من دون توقف تستمر الاعتصامات القلابية والمهنية في محافظة النجف دعما لمتظاهرين تفاضة تشرين المطالبة بإسقاط النظام الحالي وتفنيدا للدعاءات السلطات الحكومية بانتهاء الاعتصامات المفتوحة طلاب جامعات الكوفة والكفيل وجابر من حيان انضموا الاعتصامات النجف المستمرة منذ الموجة الثانية لانتفاضة تشرين قبل ان يلتحق اعضاء نقابتي المهندسين والاطباء بركب الاعتصامات لمساندة اخوتهم الطلبة في هذا المحفل الشعبي هتافات باسم العراق وحده وصرخات ضد الفاسدين ومطالبات برحيلهم جميعا الجميع هنا يعرف ما عليه من واجبات فمسلوب الحقوق في وطنهم يبذلون ما في وسعهم لادامة زخم الاعتصامات ويبدو التكافل والتعاون في الساحات واضحا بين جميع المعتصمين انقاذ العراق من محنته هو الهدف الذي يجمعهم اعضاء جمعية الهلال الاحمر واصحاب المهن البسيطة انضموا ايضا للاعتصامات الطلابية المفتوحة ليقدمون خدماتهم بالمجان رغم ضيق ذات اليد المشاهد القادمة من ساحات الاعتصام في النجف توحي بان المتظاهرين والمعتصمين مصرون على التغيير الشامل لمنظومة اسقطها فسادها قبل سقوطها شعبيا ترجمة نانسي قنقر